اشتركوا في القناة ومعية السكري البحرينية وشركة بابكو ومستشفى العوالي والمقامة في حديقة الأميرة السبيكة بمنطقة عوالي وأكد سمو محافظة المحافظة الجنوبية أن الاحتفال باليوم العالمي للسكري لهذا العام يعكس حرص المحافظة على تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة مبينا سمو حرص المحافظة على المشاركة وتنظيم الفعاليات الصحية والمجتمعية والتي تتزامن مع المناسبات العالمية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي واستدامته بين مختلف فئات مجتمع المحافظة الجنوبية وذلك في إطار مساعي المحافظة لتحقيق رؤيتها في جعل الرفاع مدينة صحية من جانبه ألقى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحى رئيس مجلس إدارة جمعية السكر البحرينية ألقى كلمة بهذه المناسبة أشار من خلالها إلى أهمية الوعي والتثقيف حول داء السكر والوقاية منه بالتشخيص المبكر بالإضافة إلى تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع ومن ثم تفضل سمو محافظة المحافظة الجنوبية بافتتاح معرض التوعية والذي تضمن على عدة أركان لتعزيز الثقافة الصحية لمرضى السكر وطرق التوعية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني لسلامة وصحة الفرد والمجتمع ترجمة نانسي قنقر